أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس اليوم لدينا درس جميل بعنوان قصص الطرح لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي فهيا بنا نتعلم اليوم استعمال قطع العدي لتوضيح قصص الطرح والآن عزائي الطلاب دعونا ننتقل للنشاط التالي لدي هذا العش يحوي مجموعة من العصافير كم لدي عصفور في هذا العش حيا أعزائي الطلاب أحسنتم يوجد خمسة عصافير في هذا العش حسنا إذا طار من العش عصفوران كم تبقى عصفور في هذا العش ممتاز تبقى ثلاثة عصافير في هذا العش والآن ننتقل للمثال الأول وهو مثال سهل وبسيط بإذن الله المثال الأول استعمل قطع العدي الحمراء لتمثيل قصة الطرح واكتب العدد المتبقي استمعوا جيدا لهذه القصة القصيرة وشاهدوا هذه الصورة كان في الجحر ستة أرانب خرج منه أرنب واحد كم أرنبا بقي الآن نمثل باستعمال قطع العد الأرانب التي كانت في الجحر وعددها ستة أرانب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة صار لديه ستة قطع وكان في الجحر ستة أرانب وكما تلاحظون أن أحد الأرانب خرج من الجحر إذن نستبعد إحدى قطع العد كم تبقى لديه من قطع العد ممتاز تبقى لديه خمسة قطع من قطع العد والآن نعدها سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن تبقى لديه خمسة قطع من قطع العد وهي تمثل عدد الأرانب المتبقية في الجحر إذن تبقى لديه خمسة أرانب الآن عزيزي طلاب ننتقل للتدريب الأول استعمل قطع العد الخضراء لتمثيل قصة الطرح واكتب العدد المتبقي كان على الشجرة عشرة تفاحات سقطت إثنتان منها كم تفاحة بقيت على الشجرة الآن نمثل باستعمال قطع العد الخضراء عدد التفاحات التي كانت على الشجرة وكان عددها عشرة تفاحات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن لدي عشرة من قطع العد الخضراء وكما تشاهدون على الصورة لقد سقطت إثنتان من التفاح من الشجرة إذن نستبعد الآن ونخفي قطعتان من قطع العد واحد اثنان كم تبقى لدي؟ ممتاز تبقى لدي ثمان قطع من قطع العد نعدها سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتاز لقد تبقى لدي ثمان من قطع العد وهي تمثل عدد التفاحات المتبقية على الشجرة ننتقل سويا إلى المثال الثاني استعمل قطع العد الحمراء لتمثيل قصة الطرح واكتب العدد المتبقي كان في الماء سبع بطات ذهبت ثلاث منها كم بطة بقيت؟ الآن نمثل باستعمال قطع العد الحمراء عدد البطات التي كانت في الماء وكان عددها سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الآن لدي سبع قطع وكان في الماء سبعة بطات وكما تشاهدون أن ثلاثا منها قد خرجت من الماء إذن نستبعد ثلاث من قطع العد واحد اثنان ثلاثة كم تبقى؟ ممتاز مبدعون أحسنتم تبقى لدي أربع نعدها سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة بقي لدي أربع قطع من قطع العد وهي تمثل عدد البطات المتبقية في الماء إذن تبقى لدي أربع بطات والآن ننتقل للتدريب الثاني استعمل قطع العد الخضراء لتمثيل قصة الطرح واكتب العدد المتبقي كان على الزهرة ثماني نحلات طار ثلاث منها كم نحلة بقيت؟ نمثل باستعمال قطع العد الخضراء عدد النحلات التي كانت على الزهرة وكان عددها ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لدي الآن ثمان قطع وكان على الزهرة ثمان نحلات طار ثلاث منها كما تشاهدون على الصورة الآن نستبعد ثلاث من قطع العدد واحد اثنان ثلاثة كم تبقى من قطع العد؟ ممتاز لقد تبقى خمسة قطع من قطع العدد نعدها سوياً واحد اثنان اثنان ثلاثة أربعة خمسة ممتاز لقد تبقى لدي خمسة قطع من قطع العدد وهي تمثل عدد النحلات التي بقيت على الزهرة اثن تبقى لدي خمس نحلات والآن نأتي للتقويم وهو عبارة عن سؤال بسيط وتطبيق لما تعلمناه سابقاً استعمل قطع العدد الحمراء لتمثيل قصة الطرح واكتب العدد المتبقي وقف على الشجيرة أربع فراشات طارت واحدة منها كم فراشة بقيت؟ هيا أعزائي الطلاب ماذا نفعل؟ أحسنتم أبطال نستعمل قطع العدد في تمثيل الفراشات التي كانت على الشجيرة وكان عددها أربع واحد اثنان ثلاثة أربع لدي الآن أربع قطع وكما تشاهدون أن عدد الفراشات التي طارت كم فراشة؟ واحدة أحسنتم إذن نستبعد كم واحدة من قطع العدد؟ ممتاز نستبعد واحدة من قطع العدد كم تبقى لدينا؟ واحد اثنان ثلاثة تبقى لدينا ثلاثة من قطع العدد وهي تمثل عدد الفراشات التي تبقت على الشجيرة الشجيرة واليوم تعلمنا أعزاء الطلاب استعمال قطع العدد لتوضيح قصص الطرح فلو كان لدينا عشر تفاحات على الشجرة تعلمنا أن نمثل باستعمال قطع العدد عدد التفاحات التي على الشجرة وكان عددها عشر تفاحات إذن يقابلها عشر قطع من قطع العدد فلو سقطت تفاحتان كما تشاهدون على الصورة سقطت تفاحة واحدة وهذه الثانية ماذا نفعل في قطع العد؟ ممتاز نستبعد قطعتان من قطع العدد ويتبقى لدينا كمية أبطال ممتاز يتبقى لدينا ثمانية من قطع العدد نعدها سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهي تقابل عدد التفاحات التي تبقت على الشجرة يكون الباقي ثمان تفاحات أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر